بالنسبة للانتخابات القادمة واسماء المرشحين الموجودين دون ذكرى اسماء بعينهم يعني عشان كلهم ربنا يوفقهم جميعا يعني يقول يدر فيهم مصدحة الزمالك يكسب الانتخابات يكسب الاسماء دي شايف فيها من يصلح ل اعادة ترتيب الاولاء في النادي الزمالك ولا ممكن الزمالك يعيش مشاكل اخرى حتى مع انتخاب ماجلس جديد لا انت عندك ملفات واضحة جدا للدنيا كلها الملفات الواضحة للدنيا دي كلها لازم انت تحرك فيها باسرع ما يمكن ولازم تحاول ان انت تقفل يعني اولا انت موضوع القيد ما انت لازم انت تتفكر بالنسبة كبيرة جدا علشان انت ما عندكش الا الفترة بتاعتيني ردية انت لازم انت ما جبت الصفقات فانت لازم اولا اول خطوة لازم تعملها لازم اولا المبلغ اللي هو اللي هو الاتين مليون اللي هم حتى كمان كان فيه وعود بثلاث مرات ان انا حسدد المبلغ وما تسددش هم خلاص كمان رفضوا ان يبقى فيه علاقصات عايزين المبلغ كله دفع واحدة فانت لازم ان انت تحاول ان انت تدبر المبلغ دوت عشان تسدده عشان القيد تدفع الغرامة اول ما تدفع الغرامة على فكرة دي مش عقوبة يعني قبل كده القيد لما كان مفهول كانت عقوبة على نال زمالك موسم كابل كده كده هتشير الموسم لكن المرة دي انت بتدفع الغرامة ديت اللي هي بتوصل على طول تلاقي القيد فتح معاك تبتدي تجيب صفاقتك انت محتاج الرقم اللي تسدد به ومحتاج رقم تاني انك تجيب صفاقات ومحتاج رقم تالت ان انت تسدد الفلوس اللعبين اللعبين بالضبط كده وعنده كم مستحقات اللعب الفري الأول بشكل معين والألعاب الأخرى كم اللعب المحضرفين بشكل كبير اقولك حاجة بس انت اللي ممكن بقى تحزرين بس انا هالفة نظر الحراك ليها يعني فيه كتير قوي من الناس اللي بتخش انتخابات في ظروف صعبة زيادات اول ما بيخشوا موجودين يبدوا يقولوا ايه احنا مش عارفين عشان الزمالك احنا استلمناه مثقل بالهموم والمشاكل وحاجات كتيرة اوش طب احنا اجل الوقت هو الناس داخل نزل الانتخابات وانا وحضرتك وكل الناس اللي مش نزل الانتخابات عارفة المشاكل فاللي نازل اكيد عارف هو داخل يعمل ايه انا اقوله انا بقوله دلوقتي بقوله من هنا من عندك هنا كريم في البرنامج ما تخشش اه لو انت داخل والجملة دي حطيتها جواك لان كلهم بيخش يقولوا كده ايوه الموضوع صعب جدا الموضوع تقول لي ده الراجل لا لا بالعكس هنا اولا بنتكلم على الفتر اللي فاتت دي مع مسلا مع المسشاكل المطالب منصور يعني لهما له وعليهم علي على فكرة وكل واحد كده على فكرة طبعا مفيش حد كامل كمال لله سبحانه وتعالى لكن اجات كتير قوي فحاجات كتيرة جدا وفي حاجات فعلا تدفيها نقاط سلبية وده طبيعي عرف حتى انا حتى انت حتى اي شخص حتى في النادي الاهلي مع كبت محمود الخطيب يعني هجأ حيات كبيرة جدا هو لما ما ازال الاهلي بيخسر السوبر ده خلاص الاهلي فشل او الاهلي وقع او وقع لا خالص دي خريط قدم وعادي ممكن اكون انا موفق او مش موفق استعدت ما استعدتش دي امور طبيعية المرحلة الي جاacc اختيار بعناية بعناية فققة على فكرة مش اختيار مجملات واختيار بحب واختيار الحاجات دي كلها للحاجات دي على فكرة بتوقع وما توصلاش للهدف اللي انت عايز يا كريم لكن اختيار بمعنى هي في ملفات تعقودية انا عايز دلوقتي اجيب انا محتاج في نايدي الزمالك حاليا محتاج ان انا اجيب صفقات قوالتي خامة تشبه نايدي الزمالك او تشيرك نايدي الزمالك بالمناسبة الزمالك محتاج كم صفقة في هناك لو كل المشاجئة دي تحدث لا محتاج كتير كام عدد مساجئة ياهو انت بتكلم في في نص الملعب وبتكلم في الاطراف الأجنحة وبتكلم في رؤس الحربة وبتكلم في الدفاع لا بتكلم بيحتاج في كله الحقيقي الفرقة الموجودة تقدر تعمل حد يناير لا حتقاتل بشكل كبير جدا لكن يعني مش هتبقى فيه المنافسة القوية على الدول مش هتبقى فيه المنافسة الشرسة القوية جدا على الدول لكن الزمالك ممكن يبقى موجود في المربع الناس على فكرة متشأمة السنة دي ان الزمالك حتى بدايته حتى مع الفريق المتواضع ده شايفة ان الزمالك ممكن يبقى خامس ويبقى سادس وحاجة زي كده لا انا بشوف ان هي فترة انتقالية لكن مع وجود المجلس المنتخب ده اعتقد لو ابتدوا شغل بجدية في البداية خالص وبسرعة وبقى يسبقوا الزمن بشكل كبير جدا ويشتغلوا بسرعة لازمالك يقدر يرجع ويقف على اللي بسرعة